ماذا يحدث في الصين؟ لماذا كل هذا التهويل وهذا الخوف الذي ينعكس على حياتنا اليومية؟ أنا واثق أننا نعيش أحداث نهاية العالم لأن معظم العلامات الصغرى التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الصين تقتل كل عام 13 مليون نفس 13 مليون من الأنفس الأجنة قتل الأجنة في الصين شيء مرعب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة ماذا يحدث في الصين؟ لماذا كل هذا التهويل وهذا الخوف الذي ينعكس على حياتنا اليومية؟ حقيقة أيها الأحبة قبل سنوات جاءنا من الصين وباء غزى العالم وتقريبا سبب خسائر بتريليونات الدولارات جاءنا من الصين اليوم الصين تحذر وتنبه شعبها إلى ضرورة شراء أو تخزين الأغذية حروب تلوح بالأفق طيب ماذا يوجد وراء هذا الأمر؟ أنا كمؤمن اليوم ماذا أفعل؟ هذا الذي يهمني أيها الأحبة هذه الأحداث أنا أعتقد أنها بداية النهاية لأحداث نهاية العالم لأننا اليوم أيها الأحبة أنا واثق أننا نعيش أحداث نهاية العالم لأن معظم العلامات الصغرى التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام ظهرت كثرة الكذب نراها اليوم بأعيننا في الإعلام في الشارع ضمن الأسرة كثرة الكذب كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة كثرة الفتن انظروا كم هائل من الفتن يحيط بنا كثرة القتل والحروب لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتل فيما قتل تقارب الأسواق تقارب الزمان كثير من العلامات التي عقوق الوالدين ظاهرة انتشرت بشكل كبير جدا أيها الأحبة هناك أحبة في الله علامات كبرى يعني يجب أن نستعد لها لا ينبغي على أحدنا نحن كمؤمنين والنبي حذرنا نحن عندنا نبي كريم بالمؤمنين رؤوفه الرحيم حذرنا إذا رأيتم كذا احذروا فالساعة قريبة والعلامات الصغرى كما قلنا معظمها ظهرت الشذوذ الجنسي أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء هذا حديث أيضا بدأ يظهر اليوم وينتشر ما يسمى بزواج المثليين الصين قبل فترة جاءنا منها كورونا دمر الاقتصاد العالم شعوب بأكملها ترزح تحت خط الفقر بسبب هذا الوباء الذي قرع باب كل واحد منه لم ينجو منه أحد الذي لم يصب به تأثر بتبعاته الاقتصادية اللقاح يخوفون الشعوب من موضوع اللقاح وغير ذلك ينبغي أن نعلم أيها الأحبة آية أنا قلتها وأكررها اليوم ملخص هذه الآية لا يضرك ولا ينفعك إلا الله تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أنا أريد منكم أيها الأحبة أن تضعوا هذه الآية عنوان لحياتكم منهاجا تسيرون عليه لا تخف أخي الحبيب ولا تحزن لأن القرآن يطمئن من يؤمن بالله الله معنا كيف نخاف والله معنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تخوف من المستقبل تخوف من نقص الغذاء تخوف من الحروب يعني اليوم الصين لديها يعني خطط للحروب سواء مع أمريكا مع تايوان وأمريكا كذلك يعني القوى العالمية تتصارع على خيرات هذه الدنيا تتصارع على نهب الشعوب باختصار يعني ولكن نحن كمسلمين لدينا كتاب عظيم ولدينا نبي كريم حذرنا وأنبأنا ماذا نفعل وسوف نتحدث في نهاية هذا اللقاء أيها الأحبة ماذا أفعل أنا كمؤمن عندما أتعرض إلى هذه الضغوط النفسية وإلى هذا التخويف الكبير وأتعرض إلى هذه الفتن من حولي ماذا أفعل طيب الله عز وجل يقول وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ويقول في آية أخرى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أمر إلهي أيها الأحبة الخوف على فكرة الخوف من الآخرين يخرجك عن دائرة الإيمان هذا نص الآية الكريمة يقول لك الله عز وجل إذا كنت مؤمن ما معنى مؤمن يعني تعتقد أن الله موجود قادر على أن يحميك باختصار إذا كنت مؤمن يجب أن لا تخاف طيب إذا خفت هذا دليل نقص الإيمان عدم اكتمال الإيمان لذلك نجد من لديهم وساوس كثيرة تجد أن لديهم خوف من المجهول من المستقبل من الناس وإيمانهم غير مكتمل لأن المؤمن لا يصيبه وسواس ولا يصيبه خوف المهم أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب وروايات كثيرة وكلها صحيح يشير إلى جهة المشرق النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة المدينة المنورة عندما قال هذا الحديث وإذا تأملنا خرائط جوجل فجهة المشرق لا تعني الأماكن القريبة قد تمتد إلى الصين لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أشار بيده إلى جهة المشرق وأكد أنه من من ها هنا يطلع قرن الشيطان ورأس الكفر هناك والفتنة تخرج من هناك ويشير إلى المشرق فهذا الحديث إذا أردنا أن نفهمه اليوم ونوسع فهمنا لهذا الحديث هناك تفاسير قديمة طبعا كل مفسر يقول من مكان كذا أو منطقة كذا ولكن إذا نظرنا بشكل عام النبي دقيق في كلماتي أيها الأحبة لو أراد أن يحدد منطقة لحددها لو أراد أن يحدد منطقة محددة لقال الفتنة تخرج من هنا أو من هنا ولكن عندما أشار إلى المشرق بيده الشريفة شمل كل هذه البلاد الهند والصين وما حولهما دعوني أقرأ هذا الحديث العجيب عليكم أيها الأحبة الذي رواه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام رأس الكفر قبل المشرق رواية أخرى أو حديث آخر ماذا قال عليه الصلاة والسلام ألا إن الفتنة هاهنى ويشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان رواه الإمام أحمد بسند صحيح هناك رواية ثالثة تؤكد هذا الكلام في البخاري ومسلم وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام الفتنة من هاهنى من حيث يطلع قرن الشيطان وأشار بيده نحو المشرق مئات الروايات موجودة لدينا أيها الأحبة لا يمكن لأحد أن يشكك فيها النبي يعطينا إشارة انتبهوا خطر قادم من الشرق باختصار يعني طبعا أنا لا أستطيع أن أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى الصين أو الهند أو دولة معينة لا هو يحذر من خطر يأتيك من المشرق من المنطقة التي تشرق منها الشمس من الشرق يعني وبالتالي النبي سماها قرن الشيطان قرن الشيطان أيها الأحبة نحن نعلم بالنسبة للحيوانات أو الكائنات قرن الكائن أو قرون الكائن هي أول ما يظهر منه تكون مرتفعة يعني أعلى من رأسه وبالتالي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لك احذر الفتنة سوف تأتي من هنا لذلك هذا التحذير نحن نراه اليوم وأنا لا أقول طبعا إن النبي عليه الصلاة والسلام بنسبة مئة بالمئة يقصد الصين هو يقصد أي مكان من المشرق يأتيك منه فتنة يجب أن تحذر وتستعد طيب أحبتي في الله الصين تقتل كل عام 13 مليون نفس 13 مليون من الأنفس الأجنة قتل الأجنة في الصين شيء مرعب كل سنة 13 مليون جنين يموتون يجهضون خلال الأربعين سنة الماضية يعني منذ عام 1971 إلى 2020 أو 2021 أكثر من أربعمائة مليون نفس أزهقت أو أكثر من أربعمائة وستين مليون نفس يعني يصل العدد إلى نصف مليار تقريبا تصوروا أيها الأحبة الله عز وجل يقول وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت من طرق القتل لديهم أنهم يأتون بهذا الجنين من بطن أمه يضعونه في الماء حتى يختنق ويموت أو يتم حرقه أو يتم شويه وأكله شيء غريب والله أيها الأحبة يعني السلوك غريب جدا خارج الفطرة البشرية والآدمية وحتى الحيوانية تجد أنهم يشوون الحيوانات وهي حية ويأكلون القرود وتقريبا نصفه حي يعني شبه ميت يأكلون أي شيء الخفافيش الخنازير يضعون مثلا خنزير كما هو بشحمه ولحمه يشوى ويأكلونه يأكلون الفئران أي شيء طريقة لا يوجد لديهم ذبح لهذه الحيوانات أو شيء رحيم يقتلونها بعنف يعاملونها بعنف طريقة قتل الحيوانات عنيفة جدا لديهم أيها الأحبة لذلك هذا السلوك الشاذ عن الطبيعة وعن الفطرة وعن كل ما هو يعني إنساني أدى بهم لانتشار هذا الوباء كورونا حيث ضرب العالم وستخرج أوبئة أخرى وسيكون هناك حروب أخرى كل هذا يجب أن نتوقعه من قبل المشرق أول شيء يجب أن تعلم أن هناك إلها عظيما قويا لا يترك الظالمين أبدا إنما يؤخرهم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون وهذه الآية عن كل ظالم في كل مكان وليس في الصين أو في بلد معين كل ظالم الله ليس بغافل عنه إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يجب أن نعتقد أن الله قادر على أن يحفظنا اقرأ هذه الآية التي قرأها سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فقد ابني ماذا قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين كرر هذه الآية سبع مرات عندما تشعر بالخوف فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين لا تدع الشيطان يخوفك لأن لأن هذه الدنيا أحبة فلا ستنتهي بالموت أقصى شيء يمكن أنت يتخيله أي إنسان الموت هو نهاية الملذات ونهاية الحياة وبداية حياة جديدة ماذا يعني الموت إنه أول خطوة على طريق اللقاء مع الله سبحانه وتعالى طيب هل نكره لقاء الله يجب أن نعتقد أحبتي في الله أن الموت مكتوب علينا قبل أن نولد كما أكد النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يكون عمرك 40 أو 42 يوما يعني جنين طولك أقل من سنتيمتر في بطن أمك كتب عليك أجلك الملك يؤمر أن يكتب أربع كلمات منها الأجل يعني محدد الساعة التي ستموت فيها إذن لماذا تخاف محدد بعد الموت هناك لقاء الله سبحانه وتعالى طيب هل نكره لقاء الله إذن هذا الأمر يجعلنا نطمئن نهدأ آية أخرى قل 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 لن يصيبنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون شيء ثاني أيها الأحبة ينبغي أن نأخذ العبرة أن نأخذ العبرة مما نراه من حولنا يعني حالات الإجهاد وقتل هذه الأنفس في الصين عافان الله منها الحمد لله نقول الحمد لله على نعمة الإسلام أكبر دولة من حيث عدد الانتحارات في الصين عدد المنتحرين تجد وبخاصة بين فئة الشباب يعني أعداد كبيرة جدا اقرأوا إحصائيات الأمم المتحدة فعندما نرى هذا الأمر ينبغي أن نحمد الله عز وجل الذي عافانا من شر الانتحار والاكتئاب هذا يدل على أن نسبة الاكتئاب عالية لديهم لأن الذي يقتل نفسه يكون في حالة اكتئاب حاد لا يجد إنسان سعيد يتخلص من حياته بهذه الطرق وأخيرا أيها الأحبة ينبغي أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى لأن هذا هو المهم وهذا الذي يبقى ونحن في هذه الدنيا عبارة عن كأنك تقوم بجولة مدتها ساعة فقط وستعود إلى بلدك أو إلى وطنك هي متعة هي متاع هي ساعة فقط كما يؤكد القرآن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت لذلك ينبغي أن نستعد للقاء الله علامات الساعة الصغرى معظمها الظهر وربما تظهر قريبا بعض علامات الساعة الكبرى وبالتالي أنا كمؤمن ينبغي أن أضع في دماغي أنه لن يضرني إلا الله لا يوجد لقاح يضر إلا بإذن الله واللقاح لا ينفع إلا بإذن الله وهذا الفيروس الذي يخوفون به الدنيا فيروس كورونا أيضا لا يضر ولا ينفع إلا بأمر الله وبإذن الله فإذا أراد الله أن يحمي شخصا يهيئ له أسباب الوقاية والحماية بكل بساطة هناك كثير من الناس أيها الأحبة نسبة عالية جدا يصيبهم هذا الفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض لأن النظام المناعي يتعرف عليه بسهولة فإذن القضية تحتاج إلى ثقة بهذا الخالق العظيم تحتاج أن نشتاق للقاء الله عز وجل وأختم بهذه الآية الكريمة التي يعني من أحب الآيات إلى قلبي والقرآن كله يعني عزيز على قلبي إنما هذه الآية سبحان الله أنا أحب أن أختم بها أحيانا الله تعالى يقول من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد والجهاد هنا جهاد النفس وجهاد العلم وجهاد الدعوة لأن هذه الآية نزلت بمكة ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم من كل شر وأن يجعلنا من الوافقين بهذا الإله العظيم والمتوكلين عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا أليس الله بكاف عبده؟ هذه الآيات وهذه المعاني أيها الأحبة يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغرسها في قلوبنا وأن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكر الله الذي قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق